نروح معاً لكابتن محمود الخطيب اللي بيتفقد أعمال الإنشآت بفرع الشيخ زايد العمل لا يتوقف داخل النادي الأهلي وفي كل مرة بتحس أن الفروع بتزيد وبنايات جوه الفروع بتتطور وكل ده خلال منتصف هذا الإسبوع تفقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي زي ما حضرتكم شايفين معنا في الصورة здесь الأعمال الإنشائية في فرع الأهلي بالشيخ زايد من أجل متابعة عملية الإنشآت والبناء في الفرع تفقد رئيس النادي الأهلي عملية الإنشاء البوابات الجديدة بشارع النزهة في بوابة جديدة وأماكن انتظار سيارات الملحقة بها حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف أو تم الانتهاء بالفعل من أعمال الرصف ورافق الكابتن محمود الخطيب زي ما حضركم شايفين معنا على الشاشة المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة واللواء ناصر أبو زيد مدير فارع الندي بالشيخ زيد وطبعا مهندسه الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات استمع الكابتن محمود الخطيب لشرح من المهندس سامح علي كامل عن خطة العمل في المنشآت الجديدة طبعا واللي بتجري على قدم وصاق ووجه بضرورة الانتهاء منها وفقا للموعيد المحددة وبأفضل المواصفات وأرقى الخدمات والخامات للأعضاء طبعا زي ما حضركم شايفين كده كابتن محمود الخطيب يحب يشوف بنفسه مراحل التطور داخل كل شيء بيتم في النادي الأهلي سواء انشائيا أو فنيا لكن موضوع الانشآت تحديدا شفتوا مراحل تجمع الخامس يمكن موثقة من بداية مكانة الأرض فاضية لحد ما بقت موجود عليها ملاعب وبنايات وانشآت وكل حاجة نفس الكلام النادي الأهلي طريقته التطوير في كل حاجة مش في الكرة القدم بس مش في فرع الجزيرة بس مش في فرع معين لا تطوير في كل حاجة في كل المراحل انت بتشوفها موثقة يعني فرع الشيخ زايد الناس عارفة كان عامل ازاي أو كان بادئ ازاي وبيتطور كل فترة ازاي فالحقيقة جهد مبزول من مجلس قدارة النادي الأهلي بالكامل ومن المهندس سامح علي كامل كمان ومن الناس اللي بتبزن مجهود في كل فرع مش عايز اقول كابتن محمود الخطيب مركز في كل التفاصيل وكل الفروع الحقيقة بتتطور بشكل مباشر وبشكل على مراحل الموعود بها الأعضاء الأعضاء موعودة في شيء كل حاجة في البرنامج الانتخابي أو في أي شيء وبيحصل أكتر من ما الناس كانت متوقعة وأكتر من ما الناس كانت مستنية كمان اشتركوا في القناة